المسجد من وراء الكمين وهو سعيد أنه انتصل عليهم له قضية ويريد أن يصل هذه المقاومة هي التي كانت تحمله وكانت عصبه على الحقيقة بعدما أمنوا تميعا بسقوط أمن الدولة وأنا أشك كثيرا أنها سقطت لكنها خلايا نائمة تحتاج إلى أن تفعل فقط ونحن لا ندري ما تحمله الأيام القادمة يعني لا تفرح كثيرا فالأيام القادمة ربما تشتمل على شيء من المفاجآت فالدولة العميقة كما يسمونها الآن قائمة على قدم وساق ونحن اللقمة السائغة المنتظرة فنرجو أن لا يأمن إخواننا كثيرا وأن لا يستمر إهمالهم طويلا أنا أرى إهمالا جسيما وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد كل إنسان يستطيع أن يسمع لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميعنا